الأسئلة اللي جاتني بخصوص المنتجات وأنواعها وفوائدها وكده أسئلة كتير فحاول أنا أجاوب شوية شوية كل يوم عشان ما دقلش عليكم لكن حبيتنا أنا شارككم كده حاجة أثرت فيها جدا في المعرض ده طبعا ناس كتير بتبيع حاجات مختلفة ومشاء الله كلهم ناس مكفحة في الحقيقة ناس ما شاء الله قرروا أن هم ينجحوا في حياتهم في دنيتهم بأي شكل الأشكال وواضح أن هم بيحاولوا يتميزوا في المجال اللي هم بيشتغلوا فيه فما شاء الله نمازج فعلا فعلا جميلة وأعلى بهم نساء ما كانش كلهم لما أظن يعني لكن في سيدة كده أثرت فيها أكتر من أي حد هناك وسبحان الله حسيتها فعلا فعلا ملهمة جدا حبيتنا نشارككم الشعور يعني الستة دي أول مرة أشوفها في المعرض فقالت لي أنا تابعتك على اليوتيوب وبقى لي فترة طويلة بتابعك وأنا كمان جيت المغرب من شهر هي مغربية لكن من أحد الدول السكندنبية من أحد الدول السكندنبية فقالت لي خفت على بناتي وخفت على أخلاقهم وعلى دنهم وكده فقررت أن أنا أجل مغرب بيهم يعني فالأخت دي مش من طانجة يعني من مدينة تانية تبعد عن طانجة حبيتين يعني فقالت لي أنا ما عنديش عربية قالت لي لكن شلت بضعطي في شونات وأكياس وكده وجيت شايلهم الطريق كله يعني مسافرة بقى أكيد بالقطر فبتقول لي أصارت فيها أول ما قلت الكلمة دي قالت لي تفتكر أن ربنا هيخزلني وأنا بحاول أن أعمل كل ده عشان بناتي وبتعب وباخد بالأسباب وبكتهد قالت لي تفتكر أن ربنا هيخزلني لا طبعا ربنا مش هيخزلني وطبعا ربنا مش هيضيعني ومش هيسيبني وحطت بضاعتها وبقينا كل شوية بنشقر على بعض أنا وهي فقلت لها البيع ماشي إزاي قالت لها ما شاء الله تقريبا كل حاجة بتمشي وكل حاجة بتباع وفعلا هي وشها كده في قبول عجيب يعني فأصرت فيها جدا لأنه نادر بصراحة نادر لما الواحد بيقابل ناس آه ممكن تقابل ناس مكفحة وبتتعب وبتاخد بالأسباب لكن قضية اليقين دي أنه تبقى واحدة كده يعني بقى لها شهر شهر في المغرب وزايبة حياتها وبنتها مولدين هناك ومتربيين هناك ويعني اضطرت الأسرة أن هي تنقسم أنه نسونك يفضل هناك يشتغل وهي تيجي هنا المغرب وبتحاول أن هي تقف على رجلها ستة يعني لوحدها مع عيالها حاجة في قمة الروعة وحاجة عجيبة جدا الإنسان اللي ربنا بيحرر قلبه من فقر الدنيا وجري الوحوش في الدنيا بتلاقيه غني حتى وإن كان فقير حتى وإن كان بسيط حتى وإن كان في بداية مشواره يعني ستة زي دي أنا تنبأ لها بنجاح يعني بأكبر النجاحات لأنه يقنها في الله يقنها في الله من أروع ما يكون والنوع ده من الناس ربنا ما بيضيعه أبدا ظلناها في الله واضح فعنيها إن هي وقفة على باب كريم وعرف أنه مش هيضيعها بتكلم بيقين يعني تفتك لأنه ربنا هيضيعني طبعا مش هيضيعني طبعا مش هيضيعها فعلا حاشة لله سبحانه وتعالى إنسان يقصده وتكون نيته خير وأنه ربنا يتخلى عنه أحب جدا القصص دي طبعا باستند قوة أنا نفسي وبينشرح صدري بالنوع ده من الناس لأنه ده ده النجاح بالنسبة لي أنا النجاح بالنسبة لي مش إنه الواحد يبقى أغنى أغنياء الأرض ولا إنه الواحد يبقى يعني شخص من الأشخاص اللي عنده متابعين كتير ولا عنده بيت كبير ولا عنده أحدث السيارات كل ده بالنسبة لي يعني مش نجاح نجاح إنه الإنسان يبقى جواه غني غني بالله سبحانه وتعالى ومتحرر متحرر من الدنيا الدنيا في إيديه مش في قلبه الدنيا بتحكمش فيه بياخد بالأسباب وهو عارف إنه سبحان الله زي ما قال الشيخ الشعروي مرة بيقول على مسألة السعي طبعا المعرض ضيع صوتنا كلنا تقريبا إنه في مسألة السعي إنه الإنسان لو مسك كده عصايا وقاعد يلعب كده في الأش يعني بنية السعي إنه ربنا يرزقه يعني هو المعنى يعني إنه الإنسان بمجرد ما ما يسعى بمجرد ما يعمل اللي عليه اللي في استطاعته حتى لو كانت حاجة بسيطة جدا وربما حاجة تفهة جدا لكن هو ده بس اللي أنا أقدر أعمله ففي الحالة دي ربنا يعني مش هيتخلى عن الإنسان ده وهيري ثمرة تعبه واجتهاده وصبره اللهم بارك بجد يعني بحب إن أنا أبلز القصص دي لأنا بتأثر فيها جدا وفي نفس الوقت بتجيني رسائل اللهم بارك يعني يوميا وحتى في المعرض جوني نساء فضليات قالوا لي إنه إنه يعني نشري للموضوع ده وإن أنا شارككم الكلام ده بيشجعهم هم كمان إنه هم ياخدوا الخطوة دي يعني لما يكونوا مترددين خطوة الهجرة لكن هي في حياة مش بس للحاب من هو يهاجر يعني لأي إنسان لأنه ما فيش أجمل من إنه بواحد فعلي يتحرر من قيد الدنيا وينشي القلبه من سجن الدنيا أبقى آه باخد بالأسباب وبسعى وبتعب لكن لا تبقاش الدنيا متملجة قلبي أبدا أبقى فهما أن أنا في أي لحظة ممكن اللعبة تنتهي يعني وخلاص يكون ده لقائي بالله وانتهت الدنيا وانتهى الجارية ده وانتهى السترس وخلاص لقيت نفسي قدام رب العالمين فإن الواحد يعني ما يديش الأمور أكتر من من قيمتها ويتعامل مع الدنيا ببساطة أكتر وبيقين في الله سبحانه وتعالى